مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكم العرض الرئيسي لهذا المساء اجتمع اليوم معا لرئيس الوزراء بايمي باركي ألبير بأعضاء لجنة تنظيم الطاولة المستديرة التي ستنعقد بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر القادم الاجتماع حضره بعض من أعضاء الحكومة ومثلي القطاء الخاص بجانب المكتب المدني لرئيس الوزراء حسن درمون ترأس رئيس الحكومة فاهمي فتاكي ألبير الاجتماع الأول للجنة التنظيمية للطاولة المستديرة التي ستؤقت في دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة أبوظبي في الثالث عشر من سبتمبر القادم وذلك حول الخطة الوطنية للاستثمار في إطار رؤية جاد لعام 2030 وذلك أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهوري إدريس ديبي إتنو لدورة الإمارات حيث أخذ رئيس الجمهورية مع المسؤولين ورجال العامال في القطاع العام والقاز حضر هذا الاجتماع أعضاء الحكومة والفنيين ومثلي القطاعين العام والقاز في البلاد وفي هذا الاجتماع رئيس الوزراء هس أعضاء اللجنة المزيد من المجهودات في العمل وذلك نظرا لاختراف الوقت وأقب الاجتماع رئيس اللجنة التنظيمية وذير التجارة محمد حامد كوا تحدث عن أهداف الطاولة المستديرة التي تؤقته في الشهر القادم تحدث عن أهداف الطاولة المستديرة التي تحدث عن أهداف الطاولة المستديرة تحدث عن أهداف الطاولة المستديرة التي تحدث عن أهداف الطاولة المستديرة هذا هو التمحور الاجتماع حول البهل في سبل تقوية علاقات التعاون وتحقيق منع العامال من أجل جذب الاستثمار القارجي كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة التحضير الجيد نظرا لاختراف الوقت المؤتمر والجدير بالذكر النجال تتبع سياسة فتح أبواب الفرز أمام المستثمرين العجاني للحياة والجدرة المستديرة